اشتركوا في القناة ايها الناس من اعياه داؤه فعند دواه ومن استطال اجله فعلي ان اعجله ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله ومن طال ماضي عمره قصرت عليه باقية ان للشيطان طيفا وان للسلطان سيفا فمن سقمت سريرته صحت عقوبته ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه ومن لم تسعه العافية لم تطق عنه التهلكة ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسف كتبه اني انذر ثم لا انذر واحذر ثم لا اعذر واتوعد ثم لا عفو انما افسدكم ضعف ولائكم اما انا فان الحزم والعزم قد سلبان صوتي وابدلان به سيفي فمقبته في يدي ونجاده في عنقي وحده في عنق منعصاني والله لا امر احدكم ان يخرج من باب هذا المسجد وخرج من الباب الذي يليه لطربت عنقه قد بلغكم ما كان من توجيه لاهل الكوفة لمحاربة الخوارج مع المؤلم وعليكم مثل ما عليهم وقد اجلتكم ثلاث بعد اخذ اعطياتكم فمن وجدته متخلفا بلعت منه الثمه وحل سفك دمه اخبروني عن العصات الذين كانوا قبلي كيف كانوا يعاقبون به العصات الله والعص الله والعص الله والعص الله والعص اما انا فلا اعاقبهم الا بالسيف وقد اخبرت صاحب الشرطة ان يجعل سيفه صوتا فمن وجده متخلفا بعد ثلاثة ايام قتله الله والعص الله والعص الله والعص يا اهل الشقاق والنفاق اني سمعت تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد الله به في الترغيب لكنه التكبير الذي يراد به الترغيب الا يتوقف الرجل منكم وينظر في امره في حقن دمه ويبصر موطع نفسه ويرتدع اخصم بالله لأوشك ان اوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وادبا لما بعدها